السيادة والسادة أهلا بكم في هذه الحلقة المسجلة من نبض البلد أزمات سير في عمان هي حديث الناس يوميا لا وقت محدد للأزمة تبدأ من السابعة وتنتهي العاشرة مساء هل هناك حلول ماذا نملك اليوم لمواجهة كل ذلك والحديث اليوم عن منظومة النقل في عمان هذه التساؤلات وأكثر أطرح على ضيوفي ليلة كل من المهندس خالد العلمات مدير دائرة عمريات النقل في أمانة عمان مساء الخير مهندس خالد مساء الخير وأرحب أيضا بالاستشارة في مجال النقل والمرويور المهندس حازم زلقات مساء الخير مهندس سير خير مهندس خالد أسمع تعقيبك بداية ورح نشوف مشاهد لجملة من أزمات سير تشاهدها عمان وتحليلكم في الأمانة لسبب هذه الأزمات إذا بتسموها أزمات تسموها تتابع تباطع يسميها ما شيء المواطن يسميها أزمة أسمع رأيك نعم أسعد الله مساءك أولا مساء المهندس حازم من المعروف أن عمان هي مدينة اليوم مدينة حية مدينة حيوية يبلغ عدد سكانها قارب إلى أربعة ونصر إلى خمسة مليون وبالتالي طبيعة النقل والتنقل ودورها في تنمية ودورها في عجلة الاقتصاد والتنمية بمختلف أشكاله هو دور لا ينكر أحد بضرورة وجود هذا النمط النمط التنقل عمان اليوم فيها زي ما أسلافنا خمسة مليون دراسات تشير لنا وكل مواطن بمعدة رحلة تانية ومية بما يعني أن هناك في عنا عشرة مليون حركة حصة النقل العام منها حسب آخر دراسات هي 13 إلى 14% بما يعني أن البقية تتم باستخدام المركبات الخاصة تعقيبنا على الحركة المرورية اليوم موجودة في مدينة عمان هو صحيح الغياب السابق لمنظومة النقل العام المتكامل اليوم لم يعد الحل في حل الزيحمات المرورية وتوسعة الشوارع وإنشاء الجسور وإنشاء الأنفاق إنما هو بالعمل على تعزيز منظومة النقل العام الموفرة لخدمة المواطن وبالتالي أن نشتغل على موضوع توفير هذه المنظومة والعمل على جعلها منظومة تريق بالمواطن تدفع المواطن إلى أنه يكون قادر على أنه يصف مركبته ويستخدم واسطة النقل العام وبالتالي يكون في عنا تخفيف الازدحام المروري لنرى اليوم أنه هو الحل الوحيد لمعالجة الازدحامات المرورية الموجودة اليوم في الشوارع أسمع رأيك مهندس حازم ورح أرجع لك في التفصيل اللي ذكرته مهندس خارد بولة 13-14 مئة نقل عام هذا كلام جيد لكن بنعرف ليش وكيف بنعالجه لأنه هو الأساس نقل عام أسمع رأيك اليوم لا جسور ولا طرق ولا توسعة ولا أي شيء يحل أزمة عمان والتوصيف لأحد الخبراء أن عمان اقتربت تكربج صحيح فضل أول إشي مساء الخير أستاذ محمد ولمهندس خارد وكل المشاهدين إحنا أتمنى أن نشخص المشكلة في البداية هي أزمة مرور ناتجة عن أزمة نقل في البداية خلقنا إحنا خلال السنوات وعقود الماضية في عمان بيئة بتشجع استخدام السيارة الخاصة يعني توسعنا في بناء الطرق والجسور والأنفاق الأرصفة عندنا غير مؤهلة زغرت في كثير من الأحيان منظومة النقل العام ما صار عليها تطوير على مركلها السنين فإحنا حكينا للأردني والأردنية أنه إذا بدكم أنتم تعيشوا حياة كريمة وتتنقلوا بسهولة لأن البيت لما كان العمل الدراسي لآخره بتحتاجوا سيارة خاصة واللي ما عنده سيارة خاصة اليوم طموحه في النهاية أنه يصير عنده مركبة خاصة فخلقنا إحنا منظومة غير متوازنة اليوم بتشجع استخدام المركبة الخاصة النقل العام كنا دائما نشوفه كأنه قطاع استثماري ما كان ينمو بنفس درجة نمو لشبكة الطرق تقول إحنا اليوم نمينا عند المواطن وصار الهدف والمسعى الحقيقي أني أمتلك سيارة مين نمى هاي الحال؟ الدولة خلقت هاي الحال طبعاً يعني إحنا على مر عقود طويلة ما كان فيه تركيز متوازن على كل وسائط النقل كنا نشوف الأزمة وأنا برجع هون لتشخيص المشكلة إحنا بدناش نحكي اليوم عنا أزمة مرور عنا أزمة نقل إذا أتطلع بس على المشكلة أنه عندي أزمة مرور أنا أتطلع على محاور وعلى الشوارع فيها أزمة فيها حركة سيارات يعني طباطئ ضمن نحكي أو فيه أزلحان مروري في ونقاط معين وبحاول أحلها من خلال إدارة مرور من خلال بناء بنية تحتية من خلال إشارات ضوئية إلى آخرية بس محلما أنت حزم هاي الصور هي صور لمنطقة الدوار الثامن وإنت بتلاحظ تحت الجسر مغلق الطريق صحيح هذا الجسر في حالته الحالية لسه يعني لو قبل ساعة أخذنا الصورة نفسها بتلاقي الجسر مغلق صحيح دوار النهضة مقطق عطو النهضة سميهي ما شئت أيضا يكون مغلقا يعني بيكون أنت بتمشي سنة سنة أنا بعطي أمثل مباشرة فقط إحنا إذا بدنا نتعامل مع المشكلة على أنها أزمة أزمة سير فقط فهي معركة خاسرة بالآخر ما رح يعني نستوعب أعداد السيارات إحنا عندنا زيادة اليوم 5 إلى 7% سنويا في أعداد المركبات الخاصة في العالم المنطقي قديش الرقب في العالم المنطقي في دول فيها أقل من 1% اللي عندها منظومة نقل عام وعندها يعني 3% يمكن فيه معدل يعني بس 5 إلى 7% إحنا ضعف 7 إلى 7% وعندك أنت مجتمع فتي اليوم يعني معظم سكان الأردن لسه أقل من 18 أو نسبة كبيرة منهم أقل من 18 هدولهم يكبروا يصيروا عندهم احتياجات للتنقل فإننا بس نعالج أزمة مرور مستحيلة هاي يعني هاي رح تكون نحتاج طبعا حلول آنية في شبكة المرور لمعالجة أزمات هون وعون ولكن لازم يكون فيه نظرة متكاملة وشمولية أرسي اليوم الكلام إنه إحنا ما بنقدر نحل هاي الأزمات ما بنقدر ما في أمامنا خيار غير من نحل بس لازم نطلع على المشكلة من جذورها من جذور يعني شو هو النقل بالآخر شو هو ليش الناس أزمة اليوم في عمان بقدر أحلها كل شي بنحل ولكن بدها يعني مش مش شغل السيني أزمة المرورة تحل من خلال إيش برأيك تحل بدنا نطلع على المشكلة من بداياتها يعني أنا المرور أنا ما بدي أطلع على الشارع أشوف عليه عدد سيارات وأحل المشكلة بدي أشوف ليش فيه سيارات على هذا الشارع الناس بتتنقل من نقطة إلى نقطة لتوصل لنشاط معين ليش هل يعني بنفكر بالبداية هل في حاجة للناس تتنقل مثلا لأغراض معينة هون منحكي عن حكومة إلكترونية معاملات إلكترونية هاي كل هالأمور بالآخر بتساهم في حل مشكلة النقل إذا بتحتاج الناس تتنقل هل ممكن تتنقل مشيا على الأقدام هل ممكن يعني هون نرجع منحكي على تخطيط الأحياء توفير الخدمات المحلات التجارية داخل الأحياء في مسافات قريبة لا يقدر الواحد يمشي يعني أعطيه رصيف مؤهل مثلا إذا الشخص بحتاج يستعمل مركبة هل ممكن يستعمل مركبة تنقل عام أو هل ممكن يتنقل مع أكثر من شخص بسيارة واحدة فإحنا إذا بنتطلع على المشكلة بنتشوف نعالجها من جذورها خلينا أسمع عندي سخالد أول شيء من اعترف أنه فيه أزمة فهم متفق نعم صحيح وتزداد عاما بعد عام أنا بديش أقول لك يوم بعد يوم بدي أكون متفائل أقول لك سنة وراء سنة ولون هي بتزداد يوم هره يوم الناس هيك بتحس ترف أنا بقول لك هم الناس الناس يوم بتشوفوا الأزمة بتزيد كل يوم حلول لأزمات مرور أم حلول لمنظومة نقل في أمانة عمان كيف تفكرون بجوز هو الموضوع هزمة فضل أخي حازم هو موضوع متكامل صحيح هو التخطيط الحضري هو ما يبقل بحد المشكل بأجزاءه سواء كانت تخطيط نقل عام أو إيجاد حلول مرورية لكن الجزئية اللي بحكي فيها هي جزئية النقل العام نعم صحيح النقل العام اليوم ليش يعتبر حل ليش نحن منظره على أنه حل بجوز كل حافلة حسب ساعتها لما بحسب قديش الساعة المقعدية فيها بالتالي بقدر أخمن قديش ممكن تشيلي سيارة عن الشارع وبالتالي تعزيز منظومة النقل العام الموجودة اليوم النقل العام في عمان موجود منذ الأزر الصحيح لكنه كان يعاني من عشوائية يعاني من عدم تنظيم مما أدى إلى وصول نسبة امتلاك السيارات الخاصة إلى 7% لأنه هو قطاع غير موثوق قطاع ما باستطيع المواطن في عمان اليوم أنه يعتمد عليه في تنقلاته فبالتالي هي بالأساس هي أزمة عدم تنظيم وضعف في منظومة النقل العام خليني يعرجون على المشاريع اللي تمت خلال السنوات الماضية أبم تقول لك مشاريع فضل فقط ما عناه مشكلة أنا بسألك بقول صراحة ما عنا مشكلة بهندس طرق عمان هندس طرق عمان ما بنستطيع نحكي أنه في عنا فيها مشكلة لسبب أن عمان هي مدينة مبنية أي مشروع اليوم يقام في عمان هو يؤدي إلى زيادة استخدام المنطقة اليقام فيها وبالتالي التخطيط السابق كان يتحدث عن عمان وبجوز بتتفق معي أخي حازم كان يتحدث عن عمان اليوم بعدد سكان ما بيوصل 60% من عدد الفعلي اليوم موجود في عمان أي أنه نمو اللي موجود في عدد سكان مدينة عمان لم يكن هو نمو طبيعي وبالتالي حتى المشاريع اللي كانت في التخطيط ومنها مخطط عمان الشمولي للتنقل والحركة كان يتوقع أنه اليوم بـ 20-25 يكون عدد سكان عمان 22.5 لـ 3 مليون نحن اليوم في عنا 4.5 مليون نسمة في عمان فبالتالي مش فقط موضوع كفاءة الطرق إنما كان في عنا عوامل نمو غير طبيعي في عدد السكان سبب موضوع الهجرات الخارجية وحتى الهجرات الداخلية لطبيعة العمل في عمان موضوع اللجوء أيضا سبب ضغط مش فقط على قطاع النقل العام إنما على كل القطاعات الخدمية قطاعات الأشغال الموجودة في شبكة عمان اليوم فكان في هناك عوامل أدت إلى أنه تصبح شبكة المرور الموجودة اليوم غير كفوة فبالتالي الحل البديل إنه إحنا نحاول نخفف من المركبات إحنا بنأخذها بجوز و هي عادة تأخذ على شكل نكته أنت الآن لما بكون في عندك زيادة في الوزن ما بتروح بتتوسع لواعد بتحاول تخفف وزن فلنحاول اليوم نعمل إننا نحاول نخفف من عدد السيارات الخاصة التي تسلك شوارع عمان هذا ما بتم إلا عند اكتمال منظومة النقل العام اللي عاملين عليها بالفترة الحالية الآن بجوز بنشوف اليوم في مشاريع تمت بقطاع النقل العام نتائجها والأعداد اللي قاعدة بتوصلنا اليوم هو إشي جدا مشجع إشي خلانه نوصل لمرحلة إنه فعليا مواطننا إذا توفرت له الخدمة الموثوقة والخدمة اللي بتليق فيه ويرتضيها لنفسه لنفسه لا أسرته لا هو بيستطيع إذا بدي أحكي عن المشاريع اللي قامت فيها أمانة عمان من سنة 2017 إلى لغاية اليوم قد تكون بنت أمانة عمان خطتها الاستراتيجية وبجوز المواطن عنه متعود لما يسمع خطة استراتيجية شوي ينقز لكن اللي اختلف حاليا بأنه خطة أمانة عمان الاستراتيجية هو ربطت بجدول زمري تنفيذي اعتمد هذه الخطة على ثلاث موحاور المحور الأول كان الإسراع في نهاء أعمال البنية التحتية لمشروع الحافلات سريعة التردد وبجوز الآن من ثلاث شهور الآن الباص عمان في المساره التجريبي الأول عفوا الباص السريع في مساره التجريبي الأول هو عامل وهو الحمد لله رب العالمين نتائج جدا مشجعة وجدا محفزة إلى استكمال المشروع بجميع مراحله اشتغلت في المسار الأخ عشان بتحكي عن الباص السريع مشيت نعم الملقب بالباص السريع نعم المشروع الحافلات سريعة التردد خلينا على المسمى الشعبي الباص السريع وإذا زملاء أرهل أفرجوك صور ومشاهد الباص السريع والبعض يقول أن هذا الباص السريع خلق أزمة جديدة على جوانب الباص السريع صح أنا بس عشان أخير بدي أمشي معك بمشروع مشروع وأبد بالباص السريع اللي احنا بنقول مرحلة تجريبية اليوم واللسة مششغالين واعتبرونا يا أخوان بنجرب شيك نعم صحيح خلق أزمة بمفهوم خلق أزمة أنا لا أوافقك على الموضوع الآن المشروع حافلات السريعة التردد بطول 18 كيلو متر التقاؤه مع السير في مناطق محدودة جدا هاي المناطق بالأساس كانت مناطق مرورية منطقة بواروس ولي أزمة صح أزمة مسار الحافلات منفصل عن السير بس الحافلات في أزمة شديدة في موضوع السير الأزمة ما خفت الأزمة بوجود الباص الأعداد اللي قاعد بنقلها الباص اليوم هي كانت تتنقل بباصة لمركبات الخاصة فبالتالي هو ما بنقدر نقول إنه وجود الباص في منطقة دواروس ويلح هو زاد من الازدحام لا هو الأعداد اللي بنقلها الباص اليوم المواطنين اللي بستفيدوا من خدمة الباص السريع هاي كانت تستخدم مركباتها الخاصة أو أنماط نقل أخرى زي التاكسي زي بصات الكوستر فيها موجودة لكن ما بنقدر نقول بأنه الأزمة على دوار الصوارح اليوم بسبب الباص السريع في هاي المنطقة تحديداً هو الباص السريع بمسار مختلف عن مستقل عن مسار المركبات الخاصة أخذتوا من الشارع يا مهندس خالد الأخذ من الشارع هذا لا لابد أنه يكون في عندي أخذ من ساعة الشوارع لأجل إنشاء مشروع نقل عام نحن قاعدين بنحكي بأنه موضوع معالجة الإزدحام اليوم ما بتم بإني أوسع الشوارع بتم بإني أخلق منظومة نقل عام قادر المواطن يعتمد عليها هلأ خلق منظومة النقل العام وجميع مشاريع النقل العام وباتفق معي يا أخي حازم إلها معضلتين كلفة مالية وتوقيت زمني تأخذ مدة طويلة وكلفة المالية عالية لكن في النهاية النتيجة التي قاعدة توصلنا من توفير خدمة النقل العام اليوم عننا قد يش عدد المستخدمين الباصل سريع اليوم مبارح أول يوم كان في دوام الجامعات كاملة كخاصة وجامعات حكومية كان العدد 9350 طن مواطن 9350 طن قد يش كان قبل ما تبدأ الجامعات قبل ما تبدأ الجامعات هو فرق معنا ما يقارب 1500 راكب يعني كان ما يقارب 8000 إلى 8000 راكب لكن بجوز خلينا نرجع أنا وياك يا أخي محمد لي أول يوم أشتغل في الباصل سريع وأنا كنت معك في البرنامج نفسه كنا متحدث عن 574 راكب وعدتني ترجع تسألني عن العدد فاليوم العدد هو 9350 راكب أنا وعن الوعدي نعم سيدي لا تفكر أنا ما أخلفت الوعدي أمدا لكن اللي بدنا نشير له الآن أنه وجود المسار رقم واحد اللي هو بطول 18 كيلومتر لما بيستخدموا عنا 9350 مواطن فهذا بدل على أنه المشروع في الفترة الحالية في الفترة التجربية مشروع ناجح باستفيد منه هذا العدد من المواطنين بالتأكيد 9350 الآن لو ما كان فيه لهم موفر سواء خدمة نقل عام أو حتى خدمة باصل سريع ما بنتحدث عن نمط معين من نمط النقل العام كان بالتأكيد رح يستعمل دعم المكتركة الخاص فبالتالي رح أسمع تعقيم مهندس حزم هذا الموضوع وسأبقى في قضية الباص السريع لأنه هذا المشروع اللي عمره سنوات طويلة فترة إنجاز بسيط نعم لكن منذ أن أطلقنا فكرة المشروع إلى أن شاهدنا أول باص أخذنا 12 ساعة 12 سنة وليس بقول عشرة صح 12 سنة بالضبط 12 سنة عشان نشوف أول باص ولسه إحنا بنقول وعننا أزمة والأزمة تزداد رح أسمع تعقيمك هذا الموضوع بعد فاصل قصير فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا نواصل لحوارنا واضوفنا الكرام حديثنا مستمر حول الأزمة في عمان والنقل وحلول النقل في عمان وأسمع رأيك مهندس حازم في قضية الباص السريع 12 سنة وأول شي عندنا خط تجريبي بنقوله أكثر من 10 ألاف مواطن مناسب غير مناسب شو المطلوب يعني الكلام يطول عن الباص السريع بس أحاول أجاوب على سؤالك بالتحديد من المبكر هلا أنه نحكم على نجاح الباص السريع الباص السريع كمشروع مهم يعني إحنا زي ما حكينا بنحتاج منظومة نقل عام مدينة بحجم عمان أربعة ونصف مليون شخص بتحتاج نظام نقل عام بنتقل في مسرب خاص لحاله أنا عندي شارع مساحة محدودة بمسرب السيارات بقدر أنقل عدد معين من الأشخاص بمسرب الباص السريع ممكن أنقل إذا استخدمته بطريقة كفو بقدر أنقل عدد أكبر من الأشخاص بس الأثر الباص السريع ونجاح الباص السريع بده وقت لنحكم عليه لأنه أنت أي مشروع نقل عام عدد الركاب عليه بيزيد مع الوقت شوي شوي بيسموه بلد أب يعني الطلب على منظومة النقل العام بيزداد تدريجيا مع الوقت هذا إحنا لساتنا في البدايات وإحنا لساتنا بمرحلة تجريبية ما اشتغل الخط كله الباص السريع ما بيشتغل لحاله كمان بده شبكة متكاملة في عنا لسه مسار للزرقة في عنا خطوط مغردية بدأت تشتغل في أرصفة لازم يعاد تأييلها لتوصل الناس لمحطات الباص فلسه يعني فيش شغل عشان ينجح الباص السريع بعدين عندك بالنهاية ثقافة هاي يعني ثقافة استعمال السيارة الخاصة وعدم ابتعاد عن استخدام النقل العام يعني هاي متجذرة إلى حد ما فبدك يعني أنا برأيي المرحلة الأولى بالباص السريع ما رح تحل أزمة سير يعني إحنا الباص تأخر تسع سنين يعني من لما طلعت الفكرة تشغيل الباص تأخر تسع سنين فعليا اليوم ما رح يحل الباص أزمة سير الباص هذا رح يشكل مثال لكيف ممكن يسير عندنا مشاريع النقل العام إحنا محترمي بعمان وليساعد لبناء بعدين مشاريع ثانية في المستقبل ورح يساعد اليوم رح يساعد المستخدم النقل العام ممكن يعني ممكن يخلي فئة معينة أنها تستغني عن السيارة اللي ساكنة بالمنطقة اللي بيمر فيها الباص السريع وتستخدم الباص مثلا ولكن ما رح يكون الأثر الكبير المنموس على أزمة السير بدنا لسه بدنا سبكي أوسع لماذا نخلص مهندس خالد؟ المسار الثاني كما تعلم أمانة عمان دائما هو ينتهي في نهاية العام الحالي والمشروع الكامل في 2022 آخر 2022 نعم لأنه وصلة عمان الزرقى هذه في نهاية 2020 وهاي كلها لسه المرحلة الأولى بسموها مرحلة الأولى نعم المرحلة الأولى المرحلة الأولى بدأ لآخر 2022 نعم صحيح المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية هي الآن قيد الدراسة وهي مرحلة صحيحة مرحلة أكبر من الحالية أكبر من اللي موجودة حاليا كطول مرحلة من المتوقع أنها تكون لها أثر كبير صحيح في نظام النقل الموجود وين الدراسة بنقول المرحلة؟ المرحلة الثانية هتكون من منطقة شرق عمان تربط مناطق الحرية والجمرك ومناطق شرق عمان أسمع رأيك مهندس حازم بردن تقولي اليوم هذا مشروع ما بيحل اسم تير هذا مشروع بدي أبني عليه لقدامه المشروع تخطط هذا لا يتشغل في 2012 الباصري اليوم إحنا في 2021 وبلشنا لسه تشغيل تجريبي وهي يبدو يخلص المشروع في 2022 فصعب يعني إحنا هو لسه بداية فأنا برأيي أهميته المشروع وكتبت مرة تعليق بهدلت عليه لأن المشروع أهميته رمزية أكثر إنها تفرجي كيف شو هي مشاريع النقل العام كيف ممكن يسير عنا إحنا نقل عام محترم وكفأ وبمشي بجدول مواعيد محدد بس إحنا لفعلا نقل تغيير في أزمة السير بدنا نفكر زي ما حكيت في البداية بموضوع تخطيط الأحياء وتخطيط المدن والأرصفة وبدنا ثورة في النقل العام يعني بدنا مش بس الواسطة السريع بدنا نزيد أسطول الحافلات بدنا نغير طريقة التشغيل في النقل العام اليوم ما نظلنا معتمدين على قطاع مشرذم فيه ملكيات فردية مع أنه بحبش أستعمل كلمة ملكيات فردية بنحكي فيها بعدين بدنا دعم بدنا صندوق دعم نقل الركاب اللي نحط بالقانون يعني بدنا تغييرات على عدة مستويات مش بس مشروع الباص السريع لحاله طيب أسمع عندي سخالد منك وعنش بحلي باص السريع لحاله ما رحح الأزمة تفقنا طيب شو بنشتغل إحنا عشان نقدر أنا قديش بدي وقت عشان أقول أنا بلشت أعالج أزمة المرور في عمان من خلال وصائد نقل عالم عام ومحترمة يقبل بها الأردنيون الآن بدأنا أخي محمد بدأنا في موضوع المحور الأول من محاور خطة أمانة عمان الاستراتيجية تمثلت بالبنية التحتية للباص السريع والتشغيل التجاربية لأنه في مرحلة في محور آخر اشتغلت عليه أمانة عمان صحيحة منذ 28 شهر اللي هو شركة رؤية عمان للنقل وبالمناسبة هي نفس الشركة منظم نفس الأسطول اللي مشغل اليوم في باص عمان هو يشتغل على حافلة سريعة التردد بحيث أنه كان فيه خطة عند أمانة عمان أنه لتشغيل 286 حافلة لتعزيز أسطول النقل العام اللي موجود داخل حدود أمانة عمان الكبرى تم تشغيل المرحلة الأولى قبل سنتين المرحلة الأولى كانت عبارة عن 135 حافلة غطت صحيح ما يقارب 50% من مساحة عمان أي أنه في عنا 22 منطقة هاي الحافلات تنطلق منها أو توصل إليها أو بتمر فيها فكان في عنا 135 حافلة اشتغلت منذ فترة 28 شهر وتم طرح وإحالة الآن في مرحلة التوريد لـ 151 حافلة أخرى أي أنه الآن احنا في مرحلة استقبال 151 حافلة منها بعض الحافلات بتعمل على النظام الكهربائي بالكامل لكن هاي ستكون مع 135 لأول لنصل إلى 286 حافلة موجودة في شوارع عمان هاي الحافلات الإجابة على سؤالك أخي الكريم يعني بالأمس نقلت 28 ألف راكم الـ 135 حافلة إذا أضفنا لها أن الحافلات شغالة على الباص السريع فالمجموعة نحن لدينا بالأمس بين 135 حافلة أسطول شركة رؤية عمان ناقل 37 ألف مواطن 37 ألف مواطن لأن هذول كانوا من مختلف مناطق عمان جزء منهم من خلال مشروع باص عمان اللي هو المرحلة الأولى وجزء من خلال مشروع الحافلات سريعة التردد هاي الخدمة صحيح بدأت تأخذ موثوقية لدى متلقي الخدمة لأنه نظام التشغيل يتفضل فيه أخي حازم واصفة الحافلة هي صحيح تمت مراعاة أعلى المعايير العالمية فيها الحافلة اللي موجودة في شوارع عمان اليوم هي حافلة أولا تعمل على الوقود الصديق للبيئة حافلة مزودة بالإنترنت المجالي حافلة مهيئة لاستخدام أصحاب العاقة حافلة بالكامل عمليات الدفع فيها إلكترونية من خلال QR بنزل على الهواتف الذكية أو من خلال بطاقة الحافلات هذه طريقة التشغيل فيها اللي بتختلف عن بقية الوساط بأنه ما بتستنى زي ما بستنى الباصات الأخرى اليوم بأنه موضوع الملاء أو لازم يحمل زيادة لحتى ينطلق إنه مهدان بجدول زمني وتردد يراقب على مدار ساعات التشغيل يجب أنها تنطل نعم في حالات عدم الالتزام هناك إجراءات تتخذ بحق المشغل بحيث أنه وصلت نسب الالتزام بالترددات لأنه بالنهاية وهذه الحافلات لا تعتمد على الملاء بجوز نقطة مرينا عنه مرور الكرام بينه طول عمر النظر إلى قطاع النقل العام ينظر إليه عنه أنه استثمار يدر أرباح إنما هي خدمة زيها زي التعليم زيها زي الصحة أسمع رأيك مهندس حازم في هذا الموضوع أنا أقول عن ثلاثمائة حافل لا أريد أن أذهب إلى الرقم من التقدير ثلاثمائة حافل كويس؟ صحيح هذول يحلوا أزمة؟ مع بعض تردد سريع؟ لا، يعني سيما حكينا فيه هذول المشروعين من نحكي عنه اليوم أنا بدي أمسكم مع بعض عشان أشوف هل المنظومة المتكاملة تستطيع هل أزمة عمانو لا؟ أول إشي قبل ما نحكي عن الحافلات في موضوع إدارة المرور يمكن نحكي عنه كمان لأنه إحنا بنحكي هلا عن نقل العام ونقل العام يمكن بده وقت شوي لا يتنفذ ولا يخلق أزمة فعلا في أزمة المرور إدارة المرور كمان مهمة إحنا اليوم ممكن أنا برأيي أنه الشوارع الموجودة عندنا اليوم المحدودة يمكن نستغلها بشكل أفضل وننقل عدد سيارات أو نسمح لعدد أكبر من السيارات يتحرك فيها في فترة معينة في الإدارة يعني إحنا كنا دائما متعودين على حلول بنية تحتية نبني نوسع طريق نبني جسور أنفاق نوسع سعة الطريق بس إحنا ممكن من خلال إشارات ضوئية في الأمانة عندها مركز تحكم مروري برمجة الإشارات بطريقة معينة تطبيقات يعني التكنولوجيا التكنولوجيا ممكن تساعد ممكن تساعد كثير في دراسات أظهرت أنه ما شكل من نعمل اليوم؟ اسمح لي مهندس حزب مهندس خارج هذا اللي يحدث وليس هذا اللي يحدث نعم عملية التحكم في الإشارات هي من خلال مركز التحكم يعني ممكن نشتغل سممكن ندير الشبكة بطريقة أحسن من هيك يعني في مجالات مش بس مركز التحكم اللي موجود في تطبيقات موجودة عالميا اليوم ممكن أنت باستخدام التكنولوجيا على شبكة الطرق عندك تزيد كفائتها بـ 10-15% بدون ما تبني إشي فعندنا يعني موضوع الإدارة موضوع شرطة السير في الدووير مثلا أنت لما تحط شرطة السير على تقاطع متعدد المستويات بنيت عليه جسر ونفق معناته هذا يعني أنت عم تعترف أنه هذا الحل المروري هذا فشل وبتحتاج أنت وسيلة تحكم مروري يعني أي شرط مرور موجودة عدوار ودحته نفق وفوقه جسر هذا دلال هذا في شيء غلط معناته التقاطع مش عم بشكل مثالي لحاله بده أداة تحكم مروري اللي هي شرطة المرور ويعطيهم العافية كل شرطية المرور بده يدير حركة المرور فيه الإشارة هي أداة تحكم مروري كمان ممكن يتحسن في أداة في حركة المرور على تقاطع بدون من حق شرطة المرور يعني فيه أفكار كتير يعني هذا موضوع كبير بنا شفوت بتفاصيل بدي أرجع على سؤالك على موضوع 300 باص احنا مهم كمان نفكر بنقل عام مش بس أنه حافلات يعني مش والله جبنا 300 باص جديد هذه الحلات الأزمة هو خدمة بالآخر وهاي خدمة مستمرة خدمة مستمرة بدها يعني رح تستنزف يمكن بدها موارد مالية زي ما حكر مهندس خالد الباص عمان اليوم عم تخسر فيه الأمانة وهذا إشي طبيعي الوزارة الصحة بتعملش مستشفيات عشان تربحوا مراكب الصحية ولا وزارة التربية والتعليم هذه خدمة أساسية لازم تتقدم للمواطن هذا التمويل بده مصدر مصدر يعني مستدام للتمويل احنا عنا في قانون تنظيم نقل الركاب لأفين وسبعة عشر نص على إنشاء صندوق مستقل ماليا وإداريا لدعم خدمات نقل الركاب لحد اليوم لم ينشأ الصندوق ليش يونس خالد صحيح هو فعليا نص من ضمن نصوص قانون نقل الركاب كان في نص بنص على وجود صندوق لكن أنا بدي يعني هون أشير لنقطة بجزء من الضروري المهمة وبيلنا تجربة فيها بموضوع دعم الجامعات دعم ناقل الطالبة الجامعات طيب بلد بلد ما تروح دعم الجامعات قل ليش الصندوق ما إنشاء قل لي السبب أخي محمد أكمل الفكرة بس قل لي أنا خلينا في سؤالي بعدين قل لي والله جربنا دعم الطلاب لأنه ما كان في عنا نظام يضمن وصول الدعم هذا لأصحابه احنا سابقا كنا نعتمد على تقدير الطلب اليوم لم نتحدث عن المشروع اللي هو جزء من المشروع باص عمان اليوم في عندي عدد رحلات في عندي عدد ركاب بقدر أخمن قديش الدعم المستحق للمشغل لهذه الحافلة سواء كانت شركة رؤية عمان أو أي مشغل آخر لنظام النقل العام اليوم في عندي نظام يسمى بالITS System هذا قادر أنه يخليني أوجه موارد هذا الصندوق بالتوجيه اللازم بالتوجيه الصحيح أي أنه ما بتعتمد الأمور على عشوائية على تخمينات إنه ما بيكون في عندي قراءات عندي قاعدة بيانات جاي من مصدر هو مصدر إلكتروني مصدر ما فيه تدخل بشري مصدر بيساعدني كيف أوجه هذا الدعم لمستحقي اليوم أنا أنشأ صندوق وما يؤدي الغاية لأسس لأجلها بالتأكيد هو ما راح يكون شيء فعال ما شو صندوق ضن القانون نعم سيدتي صندوق ضن القانون لكن في النهاية أنا بدي أوجه إرادات هذا الصندوق توجيه إرادات هذا الصندوق ما بتتم إلا إذا عممنا موضوع أنظمة النقل الذكية على جميع وسائل النقل العام سواء الموجودة في عمان أو حتى الموجودة في خارج عمان وهذا ما يجري العمل عليه حاليا صحيح يعني الآن بدأنا بتجربة نموذج مشروع الباص عمان وهو نموذج أثبت باستطاعتنا أنه نحصل من خلال استخدام التكنولوجيا اليوم على كل المعلومات كل الدات اللي لازمتنا لأجل أن نعمل على عملية توجيه الدعم اللي راح يورد لصندوق نقل الركيا جزئية أخرى أخي محمد بجزء تفضل فيها المهندس حازم وهي موضوع منظومة النقل العام ومش فقط الثلاثمائة حافلة أو الخمسمائة أو السبعمائة ومش فقط عدد حافلات هناك في مكونات كثير بتدخل في هذا المشروع أنظمة النقل الذكية منها إدارة المواقف وجود المواقف لحتى أن أشجع الناس أن يصف سيارته ويطلع في وسط النقل العام هي هاي جزء منها الأرصف المهية للاستخدام هي أيضا جزء من منظومة النقل العام فنحن نحكي عن منظومة مش فيها مكون واحد هذا كله وين أنا سؤالي المنطقي هذا كله وين متى بدي أشوفه الآن بدأنا هي منظومة النقل العام تبنى تبنى بناء ما بيضبط أنه أنا زي ما تفضل أخي حازم أجي أقول أنا بكرة بدي نقل عام يكون عندي نقل عام في بناء منظومة بدأت المنظومة بتعزيز عدد الحافلات بدأت المنظومة بإسراع في إنشاء البنية التحتيية لمشروح حافلات التردد بدأت المنظومة بأنه أوجد خطة استراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى تفرجينا اتجاهات المدينة اللي هو الريحة لحتى نعرف شو نمط النقل العامل بالزمن عمان الشمولي سيدي مخطط عمام الشمولي موجود وهناك فيه مخطط للنقل والحركة في عمان لكن هذا في 2008 حكينا أصبح اليوم اللي بدأت نشتغل عليه عمان لم تعود بالعدد الموجود هناك ولم تعود نسبة الزيادة تم تحديثه لما تم الآن يجري العمل على تحديث هذا المخطط نعم يجري العمل على تحديث المخطط الشمولي للنقل والحركة مشانا نبين له بعد فترة زمنية معينة بسبب الزيادة الغير منطقية في عدد اسمح لي أنا صريح جدا اليوم أنا مواطن ما بحكي أنا بحكي كم مواطن اليوم نعم اليوم أنا بستخدم الشوارع ما بقدر أستخدم الشوارع اليوم هل في أزمات سير وين ما تروح في أزمة سير بأي ساعة بتطلع في أزمة سير في اختناقات مرورية بجيسميها أزمة سير سميها ما شئ طباطق مروري مشوار عشر دقائق صار يوخد نص ساعة مشوار نص ساعة بدو ساعتين صراحة وأيضا كل المشاريع ومشكورة أمانة عمان أنها بتحاول تحل الأزمات انصح التعبير وأنا بقول لك بوضوح لكن اليوم المواطن بحس تحويلات مرورية أزمات سير ولا جدية حقيقية في التعاطي مع ملف النقل في عمان والمحاول مملكة مش عمان بس أسمع ردك مهندس حازم أسمع يمكن عشان نخفف على المهندس خالد تسأل الحكومة كمان لأنه موضوع الصندوق أكبر من موضوع وأمانة عمان يمكن متقدمة على غيرها من المؤسسات ولكن النقل العام في الأردن يعني فيه عدة مؤسسات داخلة فيه وإحنا عنا القانون فيه إحنا كم وزير غيرنا كم وزير نقل وبالآخر مش بخلين وزير يشتغل القانون مش بس فيه الصندوق فيه كمان مهلة خمس سنوات للمشغلين الفرديين في تصويب أوضاعهم هاي رح يخلصوا الخمس سنوات بعد سنة تصويب أوضاعهم يعني اندماج تجيهم بكل رمع تصميم على ولأحد هالأستنى الجارح تخلص المدة وما صار فيه أي جهد بهذا الموضوع القانون بحكي عن إعطاء الصلاحيات للبلديات في تخطيط النقل كمان ما صار إشي بهذا الموضوع فيه عدة موضوع زي ما حكيت النقل العام مش أولوية وتطوير النقل تطوير يعني حل أزمة المرور لما نحكي وأزمة النقل في الأردن بحتاج لإرادة سياسية وتكون أولوية وطنية وأولوية على كل المستويات هل أولوية اليوم نقل يا مهندس لدى أمانة عمان نعم هي أولوية قصة الآن أمانة عمان أسمح لي يا أخي محمد أمانة عمان لما تضع في خطة استراتيجية مرتبطة بجدول زمني ينفذ بالكامل أعتقد هي من أولى أولوياتها وهذا بناء بعد ما قاعد إحنا قاعدنا 12 سنة نستنى أخي الكريم إحنا بنتحدث عن الخطة الموجودة اليوم لأجل معالجة الاختلاق المروري اليوم إحنا أمانة عمان تبني بمنظومة النقل وعيد اليوم أنت بتقول لي في خطة مرورية كويس؟ لأي سنة؟ قضني بحلمها خطة مرورية ولا بنحكي عن استراتيجية نقل استراتيجية نقل وخطة مرورية أخي الكريم استراتيجية النقل اللي تمت الآن اكتملت بالكامل مرحلتها الأولى الآن نضع للسنوات القادمة استراتيجية جديدة ولا عامل إيها يا عمانس خالد أنا اليوم كواحد قاطن في عمان كأردني يستخدم كأردني بشتغل في الزرقة ولا في إربد و باجي بدي أشتغل في عمان صح؟ نعم مقيم في الزرقاء أنا بحكي على الموارد على الخطوط الرئيسية المغذية لعمان صحيح اللي بتسأليها أزمات خانقة خانقة كل يوم الصبح حال صح؟ نعم أنا بجيك عليهم أنا اليوم قاطن في الزرقاء متى بدي تنتهي أزمتي في عمان؟ أنا اليوم قاطن في إربد متى بدي أستخدم أنا نقل عام حقيقي من الزرقة لعمان ومن إربد لعمان وداخل عمان متى العماني بدي يقول لك ليش أستخدم سيارتي؟ خليها صافة مائل هداعي خلينا أطلع في النقل العام جوابي على سؤالك لما تكتمل المنظومة اللي عاملين عليها واللي تحقق واللي تحقق منها جزء كبير اليوم تحقق منها جزء كبير من المنظومة عند انتهاء هاي المنظومة بالكامل نستطيع أن نطلب المواطن أنا بدي أسمع منك بعد فاصل قصير متى؟ أي سنة؟ 2050؟ موافق بس قول لي أي سنة موافق؟ موافق نعم بعد فاصل نواصل القوامنا نواصل حوارنا وضيف الكرام وأنا توقفت قبل الفاصل بكم سنة؟ قطيني سنة كم سنة؟ الآن زي ما أسلفنا نعمل على بناء المنظومة بناء منظومة النقل العام كم سنة بجوز لا أنا ولا أي خبير في مجال النقل بيقدر أقول لك أي سنة لأنه اليوم لأنه اليوم نحن نتحدث عن زيادة طبيعية في عدد السكيان نتحدث عن منظومة النقل العام لما يكتمل بناءها مشان نعمل لها عمليات التقييم والمراجعة ونعرف قديش بدنا لإنتهاها لكن ما تم إجراءه لغاية الآن هو مرحلة أولى انتهت بتعزيز الحافلات باستكمال مشروع الحافلات سريعة التردد بوضع الخطة اللي بتتبين لي بعد عشر سنوات أو خمسة عشر سنة شو أنماط النقل العام اللي بحتاجها هذا باعتمد على وأعذرني كل هذه الحلول اللي ذكرتها سواء المرحلة الأولى باص سريعة ولا الحافلات لا أثر لها اليوم على عمال سيدي لن أرى أثرها اليوم لأنه لم تكتمل للمنظومة يعني على أعيد وأكرر لم تكتمل للمنظومة تكتمل عندما نستكمل مشروع الحافلات سريعة التردد طيب تكتمل عندما هذا 2022 مرحلة أولى المرحلة الأولى تكتمل عندما يكتمل مشروع باص عمال بالمرحلة الثانية منه اللي قديش كده وقت انت شايف هاي أزمة مباشرة رسيدي تم إحالة عطاء الحافلات طيب بارك منس خالد وأنا بأكد لك الآن وأنا بحكي يعني بهذه الحلقة تسجل أخي الكريم لم ينكر أحد وجود ازدحمات مروري انت قل لي احنا نبحث عن الحلول أخي الكريم الحل في المنظر اللي احنا شايفينه الآن اني أعزز منظومة النقل بحيث ان الناس اللي موجودة في الشارع اليوم تخدم واسطة نقل أعطيني سانة ممكن فيها المواطن يترك سيارته بمصفوفة بدل هذا المنظر اللي بنشوفه الآن ويروح يطلع بحافرة نقل عام اكتمال المنظومة كنت بجاوبك على سؤالك اخي محمد بانه اكتمال مشروع باص عمال المرحلة الثانية اكتمال مشروع حافلات سريعات التردد ثم ومنحقات مشروع طبعا حافلات سريعات التردد من خطوط مغذية ومن إعادة تأهيل هذا معلن بأنه في نهاية 2022 هذا مرحلة أولى ما انت قلت لي مرحلة أولى لست في مرحلة ثانية المسار الأول يعني أنا بآخر 22 المرحلة الثانية الآن قيد الدراسة المرحلة الثانية الآن قيد الدراسة يا سيدي في مرحلة أولى 2022 رح أشعر بفرق بالتأكيد بتشعر بفرق لأنه بكون أكملنا جزء آخر يضاف إلى المكمل أساساً بموضوع بناء مهندس حازن تتفق تختلف أنا 2022 المشاهد هاي رح تخف بديش أقول لك تختف أنا بحب أكون متفائل فبدي أتفق مع المهندس يعني خالد بجزء يعني منكم تحاسبوا ترى يعني منظوم تن الله يطول بإعمارنا وإن شاء الله منظلنا قائمين يعني بس كلكم حتى حاسبوا آخر بغير أكمل منظومة النقل العام يعني أتفق ولكن منظومة النقل العام اللي عم يحكي عنها الباص السريع والباصات كل هالأمور هاي رح تساعد رح يكون إلا أثر أكيد في التخفيف يعني يعني على مدى سنوات عن أزمة السير بس لفعلا نخلق فرق حقيقي بأزمة السير بدو تكون على مستوى سياسة دولة إنه أنا عندي أولوية أحل أزمة النقل ويكون عندي أولوية أنا من قطاع النقل العام شو يعني سياسة دولة يعني الصندوق اللي حكينا عنه دمج المشغلين أو إعادة ترتيب الوضع التشغيلي خلينا نحكي بدل دمج في النقل العام عم نحكي حتى عن أمور مثل عوائد المحروقات أنا عندي نحكي عن النقل العام بعدين بدنا نشجع يعني فيه دافع للدولة إنها كمان تظلها بزيد استخدام السيراء لأنه في إجهة عوائد محروقات ننفكر بهذه الموضيع كمان يعني حتى مثلا حقيقة اليوم تيدا تنكره حقيقة اليوم طبعا ومحكي إحنا عن موضوع النقل مثلا مش مرتبط بالنقل العام ولكن النقل الكهربائي إذا بدنا ننتقل إحنا لوصائط نقل نظيفة باصات كهربائية وسيارات كهربائية إحنا بنحكي باستراتيجية الطاقة بدنا سيارات كهربائية واستراتيجية النقل ولكن عم نرفع الضرائب لأنه العوائد الضربي فبدأ تكون سياسة الدولة على كل المستويات على كل المؤسسات اللي عاملة بالدولة اللي إلها علاقة بقراءة اليوم تلمس جدية في مطوع التعامل مع ملحب النقل للأسف إذا بدي أحكي يعني صار فيه تغيير إيجابي آخر فترة صرنا نسمع على الأقل بالخطاب الرسمي بالحكي إذا مش بالهذا بالفعل أنه 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 صرنا نحكي عنه كخدمة خدمة مثل التعريم مثل الصحة نسمع هذا الحكي ببيانات الوزارية بخطاب العرش بكذا أنه هذا النقل خدمة هاي خطوة مهمة الخطاب ولكن لسه الفعل بده شغل كتير مهندس خالد أمانة عمان تجاوزت موضوع الحكي وبجوزة من الواضح اليوم بأنه في عنا موجودة جزء من المشروع هو فعليا ينظر إلو كخدمة وهو مدعوم من أمانة عمان بحيث أنه نقوم بالرؤية اللي إحنا شايفينها لخدمة النقل العام إنها خدمة تقدم للمواطن وليس استثمار مهندس خالد تضر سيد أشان أتفاق أنا بدي أحكي معك بصراحة وأنا بحكي يعني كل أردني بيعرف الكلام بحكي دقيق هي بالآخر أفراد اليوم مش مؤسسية من أي ناحية؟ حتى في موضوع النقل في أمانة عمان مؤسسية ولا أفراد؟ لا سيدي هي مؤسسية أنا بجاوبك مش مؤسسية جاء أمين لعمان اتخذ قرار بدي أمشي بباص السريع مش الباص السريع جاء أمين لعمان قال بدي أعمل تردد بدي أعمل رؤية عمان صارت ولي كانت قائمة من قبل أخذ الكريم نحن نتحدث عن مؤسسات مؤسسة أمانة عمان هي مؤسسة قائمة مؤسسة تحترم نفسها وتحترم مواطن عمان بالتالي لما يؤسس مشروع زي مشروع حافلات سريعة ترد أو مشروع باص عمان وتؤسس شركة تسمى شركة رؤية عمان للنقل كويس فبالتالي هاي كم باص لازم يصفي فيها بالآخر 286 حافلة خلصوا ما خلصوا المرحلة الثانية تمشي أوكي الآن في تشغيل ما ليازال أمين عمان اللي يمشي في موضوع النقل في عمان موجود هذا المشروع سيدي بعدها مشروع ماشي حافلة شغالة في الشارع معك سيدي اليوم هذا المشروع حضر ماشي وإحنا انتفقنا أنا وياك لا 300 حافلة ولا باص تردد سريع لحالهم بيحلوا أزمة طبيعي صح طبيعي فبدينا واحد احنا اليوم بدنا شخص في أمانة عمان يقول بدنا نمشي لسلة قدامي أخوان بدنا واحد اثنين ثلاث صح هاي الخطة الاستراتيجية التي تحطوها لما تضع أمانة عمان خطة استراتيجية فهي تضع خطة لمؤسسة تضع خطة للمؤسسة تبين اتجاهات المدينة الآن 286 حافلة لن ينهو مشروع باص عمان هذا مشروع توريد حافلات بعد ذلك فيه له تشغيل بعد التشغيل فيه خليك سريح وانتس خالد معي اليوم أنا بمتهم صراحة أنا مع ألا يمكن اليوم أنه يجي شخص يرأس أمانة عمان يقول لك وكفولي هاي المشاريع خليني نعمل دراسة بطريقة مختلفة بدأت وجه لمحل ثاني أخي الكريم احنا متحدث عن مؤسسات يعني إذا بدنا نيجي نحط باعتبارنا بأنه أي شخص بدي يجي بدي يوقف مشروعات قائمة الآن من المعروف بأنه أصبحت زي ما تفضل أخي حازن أصبح الآن الخطاب الرسمي بتوجيه من جلال سيدنا بأنه قطاع النقل يجب أن يعادل نظر فيه قطاع النقل يجب أن ينظم مين لما تتخذ مؤسسة أمانة عمان تضع خطتها الاستراتيجية لعشر خمسة عشر سنين القادمة وتبدأ بتطبيقها وتطبق جزء كبير من خلال أربع سنوات الماضية المتنمثلة بالمشاريع اللي ذكرناها فأتوقع أن الموضوع نحن بحكي عن المؤسسية ما بنحكي عن الأرض هنس حازم في مؤسسية يعني هاي المشكلة عندنا إحنا بالدولة يمكن أنه أنا ما أقولش أنا قلت أنا نظرت لك مثال جاء شخص في أمانة عمان قال أنا بتمشي في المارس بدي أتحمل ضغط الناس و بدي أتحمل ضغط إغلاق الطرق و بدي أتحمل كل و بدي أشتغل و بدي أشتغل بدك مسؤولين بدي أشتغلوا مش على أساس شعبوي بدك أخذ قرار على سياسي و على خطة و على الأمور احنا اليوم عنا مؤسسية في القرار جاوبني في صراحة يا مهنس حازم عنا بالدولة اليوم يمكن لأ عنا هاي مشكلة كبيرة إنه ما عنا مؤسسية بيجي بروح وزير بيجي وزير بغير خطط يعني ما هاي مشكلة عنا بكل بكل مؤسسات الدولة بس بس الأمانة لحد هلا زي ما حكيتي يعني يحسب لها إنه هي من أنشط المؤسسات بالدولة اليوم موضوع النقل العام الوحيد الاشيط الوحيد الاشيط الوحيد الاشيط والباصل السريع يحسب لها معالي أمين عمان الحالي إنه لا استكمل المشروع ولكن زي ما حكيتي بدنا مواجهة الباصل السريع تأخر تسع السين كمان للسبب اللي أنت حكيت عنه إنه فيش مؤسسية كان فرد بيجي يعني بدوش يكمل المشروع وشخص تاني بدو يجي يكمل المشروع فطبعا يعني هاي مشكلة موجودة عنا ويعني نلقي لها حل يعني هاي الاستراتيجية ألا يجب أن تكون ملزمة اليوم لكل من يأتي على رأس هارم أمانة عمان بحكي معك بصراحة إذا بدي أمشي مش هدول المهند مين اللي بشتغل مش أمين عماني اللي بشتغل مهندسي لأمانة عمان فرق أمانة عمان اللي بتشتغل هاي ناس قلبها على أمان عمان اشتغلت هذا المشروع ألا يجب أن يكون ملزم ديكون ملزم ديكون فيه يعني تقدير لأنه عدم الاستمرار بهذه المشاريع اللي هو كلفة كمان يعني التأخير باستمرار المشاريع اللي هو كلفة كبيرة لأنه إحنا الوقت عم بداهمنا يعني عنا المشكلة عم بتزيد بشكل سريع جدا جدا وبتتفاقم بشكل سريع جدا وحلولنا على أهميتها وعلى إيجابيتها ولكن بطيئة بالنسبة لها بالنسبة لها عم نحكي عن 5 إلى 7% زيادة في عدد السيارات سنويا رح نوصل لحالة اختناق إذا فعلا ما صار فيه جدية والجدية هاي يعني مش بس أمانة عمان لازم فعلا كل الدولة تمشي ورهاش مهندس خالد تلمس جدية اليوم هل هذه الخطط الاستراتيجية بتحطوها ستكون ملزمة ستعلن وتكون ملزمة عشان أكون أكثر كما أسلفت ستعلن بالطبيعي كل مشاريع أمانة عمان إذا شفناها خلال الفترات الماضية مشاريع معلن ولا وبالعكس حتى يعلن الفترات الزمنية فيها وإذا كان فيها تأخيرات تعلن تعلن هذا إحنا شفناه في الباص في الباص السريع الزام عفوا نتفق أنا وياك شفناه في الباص السريع قلنا هذا المشروع مدتها القدي تأخرها القدي مش هي القدي صح؟ تمام قبل هيك لا ولا وحياتك هذا الكلام إحنا من نتحدث عن أنا بقول لك سألتني عن اليوم وأنا بجاوب أجاوبك اليوم أمانة عمان الكبرى بالعكس منتهى الشفافية مع متلقي خدمتها اللي هو دافع ثمن هذه الخدمة صحيح نعم استراتيجيتها معلنة وزي ما أعلنت من من 2017 لأن هذه الاستراتيجيات سنشتغلها في خلال السنوات الخمس القادمة هذا الجدول التنفيذي تبعها وهذا اللي سيكون بين الدين المواطن بالتالي هل الاستراتيجية ستكون ملزمة بعيدة وكرر المؤسسة أمانة عمان هي مؤسسة مؤسسة تحترم نفسها مؤسسة تمشي على استراتيجيات موضوعة بغض النظر عن اللي تفضلت فيه بأنه هي أمور فردية أنا ما راح أكرر الكلام إنما هي مؤسسة بالتأكيد استراتيجيتها عندما تضعها تضعها بناء على دراسات وبناء على قد يشر كلها في المالية عندكم تقدير لا للخطط النقل وكلف خطط النقل الآن لما بتوضع استراتيجية عادة بتكون مربوطة في كل مشروع مربوط بكلفة زمنية وبمصدر تمويل هلأ بجوز كثير من خطط عندكم تقدير لكلف مالية قد يش بدون نقل في عمان عشان يزبط نحن اليوم مشروع حافلات الباصرية لازلنا في مرحلة تجربية مشروع حافلات عمان هو كان بتمويل من أمانة عمان بالإضافة إلى بعض القروض والمنح من الجهات الخارجية المشاريع القادمة الاستراتيجية الآن في كل مشروع تم اختراح عدد من الطرق لتمويله منها تمويل ذاتي ومنها بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها تمويل التعاون مع المنظمة تقديريا لم نعتمد المشاريع حتى الآن لحتى نحكي بأنه هذا اللي بدي أخدره وانتس حازم تقديريا قديش بدنا عشان ننهض في النقل في عمان ويلمس المواطن هذا النقل ونلمسه على الطريق مبلغ معين موضوع الكلفة مهم نحكي فيه لأنه النقل العام مكلف وهو خدمة أساسية ولازم نقدمها كلفة النقل العام هي مش بس كلفة تشتري باص وتنفذ مشروع هي كلفة مستمرة النقل العام بده دعم مصادر تمويل النقل العام شو هي الحكومة طبعا من ميزانيتها بدت تتمول مشاريع القطاع الخاص ممكن يجي استثمر والتعرف اللي بتفعها الراكب طبعا يعني هاي هي التلاتة مصادر التمويل اليوم عنا بالعالم تجارب كتير ونماذج كتير ذكية كيف ممكن أنت تصمم هالمشاريع مشروع النقل العام مش مشروع استثماري تجيب عليه مستثمر يربح فيه فأنت بدك تخلق تعمل عقد معين أو نموذج معين لتشجع هالمستثمر يجي زي مثلا أمانة عمان عملوا شركة رؤية عمان وجابه هلا مشغل يشغل الباص هذا المشغل بطلع له دفعة على كل كيلو متر بمشي فيه الباص على يعني صحيحني مهندس قال على أساس يعني على أساس أنه يلتزم بمعايير خدمة محددة هو ما له علاقة إذا الباص فاضي أو مليان وهو بربح من التزامه بمعايير الخدمة فأنت بدك تلاقي يعني حلول هيك عقود وفي كتير نماذج عالمية بس كيف أنا ممكن يكون عندي كلفة بحتاجها أنا اليوم أوفرها حتى أقول أنا بقدر هيك هذا سؤال موفني يعني أنت بدك تسوي مترو في عمان بدك عشرات ومئات الملايين لتفذ المترو يعني الدراسة اللي أنا بعرف عنها اللي صارت في عمان قبل حوالة 11 سنة عن المترو كانت كلف خيالية في واحد من الخطوط أضن 140 مليون دينار على الكيلو متر الواحد هل لا يمكن فيه دراسات تانية بتحكي غير هيك إذا بدك تحتمد على باصات وعلى أنظمة مثلا حافلات سريعة التردد عم تحكي عن كلف تانية هاي كلف البنية التحتية ولكن كلفة كمان الدعم المستمر للخدمة له قيمة وهذه الكلفة ممكن تخففها كمان إذا استعمالها حازم المهم اليوم كمان أنه ما نظناش نطعن في المشاريع المشروع المقترح في حين الباص السريع لو كان مشي فيه جدوله الزمني لما وصلنا اليوم وليما وصلنا إليه صحيح طبعا إحنا بس حبينا نطعن في المشاريع ونقول فساد ونمشي في مهاترات يمين وشمال وعشان يكون عندك مؤسسية ويكون عندك جراء في اتخاذ القرار ونمشي بالمشاريع ما كان عنا رجل جريء في اتخاذ القرار وإجاهنا رجل جريء في اتخاذ القرار بس مشكلتنا بعدين عشان نكون صريحين صحيح احنا مشكلتنا اليوم بعدين فيه مسؤول بأخذ قراره بقول أنا هاي مخطط جمولي صح غلط هذا موضوع آخر تتفق تختلف معاه هذا موضوع آخر باص سريع تردد صحيح مش صحيح موضوع آخر لكننا لن نشجع المشروع يكتمل حتى نحكم عليه ولا سمحنا اليوم لا لا بس كان فيه دراسات على الباص سريع وصار فيه إيقاف لمشروع الباص سريع وكان فيه تخوف من الاستمرار بالباص السريع عشان فيه ناس ما أخذوا قرار بالاستمرار بالباص السريع وهذا الحكي يعني مش أمالة عمان أعلى من أمالة عمان طبعا دفعنا الثمن كله دفعنا الثمن طيب ما فيه مدد زمنية اليوم أقدر أنا أوعد فيه الأردنيين والله أنتم راح تشوفوا أنكم حالة نقل عام في عمان متميزة وكويسة صح؟ كمدد زمنية ثابتة من التزم فيها بالتأكيد ما حكوا فيها لأكثر من سبب حكينا في البداية بجوزنا نبني منظومة هذه المنظومة فيها كثير محددات بالتحدد لكن ببلش ألمس آخر في 22 صحيح إذا بنا نحكي عن بلش نلمس إحنا اليوم بلش نلمس من السنتين من السنتين إلى الآن بلش نلمس يعني إذا بنا نحكي عن 37 ألف مواطن عم باستخدم مباس عمان هذا المواطن ما كان عنده واسطة نقل عام بلش اليوم يلمس بينه في واسطة نقل عام بقدر يعتمد عليها بوقتها ما بتعتمد أنه أحمل أو ما حمل 37 ألف في اليوم هذول في السابق كان يستخدم من ركب الخاص بدأنا نلمس صحيح قد تكون بداية متأخرة لكن قد تكون بداية متأخرة لإهتمام بقطاع النقل العام على مستوى الدولي بشكل عام ليس فقط على مستوى مانت عمان إنما هي بدأت عملية بناء المنظومة واليوم بلشنا نلاحظ بأنه في عنا نتائج عم بلمسها المستخدم عم بلمسها المواطن اللي موجود بي وبدليل الأعداد اللي عم تستخدم الحافلات اليوم لم تكن المناطق للأمان وجوز أخير حازم بيعرف المناطق اللي بيخدمها باص عمان اليوم هاي في السابق ما كان فيه عليها وصلة نقل عام نهائيا طيب خلال فترة الزمانية الستنتين زمن أنك تبني راكب بس سويلح الجامعة فيه كان أنا بحكي عن خطوط باص عمان بختي عن باص عمان باص عمان رأيت عمان قصلك طيب يعني بعض المناطق كانت فعليا متحدث عن ضاحية الفاروق صالحية العابد عن منارة عن أمنوارا هاي مرات أنا أعرف اللي بطلع الساعة الفنية بروح الساعة الفنية عبر النقل العام هذا ما نريد ليه أن نصي إليه وهذا بده وأتفق مع المهندس حازم وعادة أن أتفق معاه يحتاج إلى قرار من الحكومة أولا أن يكون قرار جدي حقيقي يعني مرفق بإرادة لتنفيذ خطة نقل حقيقية في عمان وفي المملكة بعمومها اللي وفي الكرام دي أشكركم أنا وقت انتهى شكرا جزيلا لكم مشاهدين هنا وصلنا لختام حلقة ليلة تصبحنا ألف خير